كتب الأستاذ نوردين درواج تحت عنوان من الاختيار المصري إلى الإخوان المغربي تعليقا على الفيلم المثير للجدل الإخوان وجاء في نص تدوينة مطولة نشر على حساب فيسبوك كفى فقد انكشفتم من أقبل على الله والسقام على طريق الهداية بصدق عاش أرقى وأنقى وكان قلبه أصفى ووجهه أبهى وإن حاول الإعلام الكاذب والدراما الفاسدة تشويها صورته وتسويد ملامحه وتلويث صمعته وتنفير الناس عنه ضمن ما أضحى يعرف بالإسلاموفوبيا فشتان بين نور وجوه الخارجين من المساجد والتالين للقرآن والحاضرين مجالس الذكر والإيمان والواقفين عند حدود الرحمن وبين سواد وجوه الخارجين من الحانات والنواد الليلية والغارقين في الزنا والخنى والمخدرات والموبقات قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب وهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق والشباب المغربي والعربي والمسلم قد يقع في المعاصي والذنوب لكنه لا يقبل الدفاع عنها وتلميعها والتطبيع معها والاستفافة في خندق دعاتها وحماتها ونشرها لأنه شباب يحب الله ورسوله ودين الإسلام وإن غلبته الشهوة وغرته النفس الأمارة بالسوء والسهوة الشياطين ولهذا فهذا الشباب حين تضيق عليه الدنيا بما رحبت وتغلق في وجه الأبواب ويخنقه البعد عن الله ولا يجد السعادة ولا الراحة ولا الطمأنينة في حياة التيه والمعاصي والذنوب والغفلة فإنه يعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه وأن لا رحة للقلب ولا سعادة للنفس ولا طمأنينة للروح إلا في طاعة الله والإقبال عليه والأنس به قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر نونثى وهو مومن فلا نحيينه حياة طيبة وما صور الازدحام القياسي والإقبال غير المسبوق هذه السنة على المساجد عبر العالم والمصليات في رمضان والعيد إلا دليل على تجذر الإيمان ورسوخ العقدة الإسلامية في نفوس الشعوب المسلمة فوفروا أموالكم بل أموال شعوبنا وإنتاجاتكم فإننا شعب رضع الإسلام مع حليب الأمهات ولا تكونوا كالذين قال فيهم سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكونوا عليهم حصرا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أيها الشباب والله لأجد عبارة تختصر ما يريده من الله وما يريده من هؤلاء إلا قوله سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ترجمة نانسي قنقر